اقتتمت فعاليات اليوم الأول من القمة الإفريقية في دورتها السادسة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديسا بابا ومن المقرر أن تواصل القمة أعمالها غدا لمناقشة مقررات مخرجات قمة وزراء خارجية دول الاتحاد والتي تركزت على الحلول الإفريقية ومنطقة التجارة الحرة فضلا عن القضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية وكان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد أصدر بياناً أعرب فيه عن قلقه من التوترات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وطلب الجماعات المسلحة بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري